إلى المغرب الحبيب تجار المخدرات في المغرب قالوا أنهم لن يتعاملوا مع تجار المخدرات في إسرائيل وذلك حفاظا على صحة الشباب الإسرائيلي وصحة الجنود الإسرائيليين فتجار المخدرات في المغرب حرصين تماما على سلامة وصحة الجنود في إسرائيل ولكن تجار المخدرات قالوا إيه قالوا لأ دا احنا عاملين كده بسبب حرب غاز يا لأ اطلع من دوق هنا في موقع ماكل إسرائيلي مقاطعة تجار المخدرات من إسرائيل بعد الحرب على غزة كراء تجار الحشيش في المغرب الموجودين في جمال الريف شمال البلاد والذين يعتبرون مصدر المخدرات الأكثر طلبا في العالم عدم بيعه للتجار والسمسر الإسرائيلي بسبب الحرب في غزة ويعتبر تجار الحشيش المغربي الأعلى جودة في العالم وسعره في ارتفاع مستمر وطقع امبراطورية الحشيش المغربية في جمال الريف وتغط السلطات الطرف عن تصدراء للخارج مقابل رشوة مالية طبعا تلاحظون جبال الريف دي اللي كان منها الشيخ أحمد الرئيسوني وجبال الريف هي اللي حربت فرنسا وحربت بشراسة جدا اللي احتل الفرنسي فطبعا الآن الدولة العمقة بالمغرب تدمر الشياب المغربي يقل الشياب كله يحشش ويدمن والمغرب يعني تدمر انتوا عارفين فرنسا كيتحتل كل المغرب استمرت 30 سنة يعني كل مدينة كيتحتلها تخوط حرب 3-4 سنوات 5 سنوات مع هذه المدينة يعني اللي حصل في غزة حاليا حصل في المغرب فالآن قالوا احنا ندمر المغرب دول دول بقى احفاد المرابطين ويسف انت شايفين ناس شديدة يعني ندمرهم بايه بالحشيش فملوا البلد كلها مخدرات وزرعة حشيش وطلع قانون بالبرلمان يعني خيانة خيانة يعني وحسب التقديرات تصل عائدات المغرب من بيع الحشيش الى عدة مليارات من الدولارات سنوية وتعتبر تجارة الحشيش من اكثر الصناعات ربحية في البلاد الى جانب السياحة وتصدير الفوسفاة يقول الاسرائيليون الذين يعيشون في المغرب انه بدون تصدير الحشيش للخارج قد ينهر الاقتصاد المغربي اسرائيلي يعيش في المغرب ويهرب المخدرات الى اسبانيا ان مئات الاطنان من الحشيش تباع لتجار المخدرات في اوروبا والدول الاسكندنافية وفرنسا طبعا كما تعلمون اليسار اللي بيحكم حاليا في فرنسا وفي الدول الاسكندنافية خلاص بقانون الحشيش يعني واصبحت هولندا بتحشش فالشعب الهولندي بيحشش حاليا ففي هولندا كده لما تصير في الشوارع والاخوة في هولندا يكتبوا في التعليقات يعني معلقين لفتات ايه بقى ممنوع التبول هنا لانه بيشربوا حشيش ومخدرات ومش عارفين هما في الحمام ولا في مكان فالدنيا يعني بازل خالص يعني فكتبين لك في امستردام ايه ممنوع التبول هنا يعني فالمهم الاسرائيليين هما وسطاء تجارة الحشيش يعني المغرب هي المزرعة الخلفية للحشيش والمخدرات ودول اوروبا يعني عشان الصحابة تتكلمش ولا بتاع فالمغرب تزرع وتصدر لاوروبا ومنه الوسطاء الاسرائيليين يعني تجارة الحشيش الاسرائيليين يعني سعر الكيلو جرام من الحشيش المغرب يصل الى 300 الف شيكل في اسرائيل يعني مش تقريبا 50 الف دولار امريكي او 40 الف والطلب عليه مجنون في اسرائيل يعني يعني عليه طلب شديد يعني وعن الاوضاع الميدانية عن قوات الاحتلال الاسرائيلي بانه هي قصفت منزل كان مجورا لمنزل يعني موجود فيه يعني فالمنزل يتهدموا فقتل يعني